تعالوا بقى نروح للنجم العالمي الارجنتيني ليونان ميسي لعب انتر ميامي الامريكي اللي كانت اخباره مبارح متدولة بشكل كبير جدا ولأكتر من سبب من ناحية طبعا فيما يتعلق بمسألة المؤتمر الصحفي اللي حينظمه الفريق طبعا لتقديم ميسي النهاردة ومن ناحية تانية كمان كان فيه اخبار عن نجاته من الموت بقعجوبة خلال حادث مروري بعد ما سيارته تجاوزت الاشارة الحمرة امام تقاطع طرق رئيسي صحيفة ميرر البريطانية قالت انه مش معروف اوي اذا كان ميسي هو اللي كان بيقودها دي السيارة ولا كان بيقودها واحد من الناس اللي كانوا معاه لكن في الحالتين هو كان كده كده موجود داخل السيارة ولحسن الحظ الحمد لله توقفت السيارة طبعا القادمة من اتجاه المعاكس دون ان يحدث اي تصادم او يعني امر لا يحمد عقباء طبعا ميسي كان وصل الى الولايات المتحدة الامريكية هذا الاسبوع بعد ما قمضى اجازة مع زوجته واطفالهم في منطقة البحر الكريبي وطبعا من المقرر ان يقام حفل ضخم للترحيب بميسي بشكل رسمي النهاردة وبرضو كان من ضمن الفيديوهات اللي تم تداولها اليومين اللي فاتوا بعض المشاهد دي هو داخل واحد من شفر ماركت الكبير ومعا ثلاثة من اولاده ولافت النظر ان الدنيا ما تقلبتش قوي يعني ايه كان عدية امريكا يعني اطبعا ميسي شخصية عالمية معروفة ما فيش حاجة اسمها كده بس برضو مش زي اوروبا مش زي الوطن العربي يعني هناك امريكا تحديدا ما بيهتموش قوي بكرة القدم فهو ممكن يدخل عادي المكان ممكن الناس ما تعرفوش فعلا لكن طبعا لو عدى هنا جنبنا يعني الموضوع مختلف او في اوروبا او غيره بس انا برضو استغربت ناس اخدت بالها في الاخر وهم بيحزوا ده طبعا ما يحصلش او غير مألوف يعني